السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي قواعد اللغة العربية للصف الرابع الأعدادي رح ناخذ الفعل الماضي حنشرحه صفحة 15 وإن شاء الله على الفيديو اللاغ رح نحل التمارين الفعل الماضي خلينا نعرفه هو فعل يدل على حدث في زمن مضى هو فعل مبني الفعل الماضي دائما يبنى شو نعرفه هو فعل يدل على حدث في زمن مضى يلا يعني خلينا نشرحه بالورقة نعرفه نعرفه الفعل الماضي هو شنوه؟ هو فعل يدل على حدث في زمن مضى يعني حدث في زمن مضى هو دائما مبني هو دائما مبني يعني دائما الفعل الماضي يصير شنو مبني زيان حالات زيان مثليش؟ خلنا أخذ مثل درس لعب قرأ كتب هذا الفعل الماضي زيان حالات عرابية مالتين يعني شنو الحالات العرابية؟ عندنا يبنى على الفتح ويبنى على السكون ويبنى على الضم زيان أولا يبنى الفعل الماضي على الفتح يبنى الفعل الماضي على يمن على الفتح إذا اتصل شنو؟ إذا ألف نقول إذا اتصل أو إذا لم يتصل نقول إذا لم يتصل به شيء يبنى يبنى الفعل الماضي على الفتح إذا لم يتصل به شيء معيني؟ يعني ما يتصل به شيء لا نائل المتكلمين لا تاء التأنيث الساكنة لا نون النسوة لا ألف الاثنين مثليش؟ مثل؟ مثل ما قلت هسا كتبه قرأه كتبه قرأه هذا شنو؟ هذا ما اتصل به شيء لم يتصل به شيء زيان ناخذ جملة عليها ناخذ جملة مثل قد أفلح قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون هذه أفلحة لما نريد أعربها هاي ما اتصل به شيء فعل ماضي مبني على الفتح لأنه لم يتصل به شيء هذا يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء اثنين إذا يبنى نقول على الفتح يبنى على الفتح إذا اتصلت إذا اتصلت به تاء التأنيذ الساكنة يبنى على الفتح إذا اتصلت به تاء التأنيذ الساكنة أكو فرق بين تاء الفاعل وتاء التأنيذ الساكنة شون أفرق بيناتهم تاء الفاعل يعني بيها ضمة يعني نقول هذي تاء الفاعل هذا تاء الفاعل يسموها تاء الفاعل وتاء التأنيذ الساكنة بيها سكون هذا شيء شسم عليها تاء التأنيذ الساكنة يعني هي مجرد بس فهمكم بيها هذي هاي ما عليكم بيها تاء الفاعل تاء التأنيذ الساكنة شو نقول؟ يبنى على الفتح إذا اتصلت به تاء التأنيذ الساكنة يعني شنو معنى التأنيذ الساكنة؟ تجي مؤنف يعني مو مذكر لما أريد أقول مثل درست درست شوفوا هاي لما أريد أعرب درست أقول فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيذ الساكنة ولما أريد أعرب تاء التأنيذ الساكنة شو أريد أعربها؟ لا محل لها من الإعراب لا محل لها من الإعراب يعني ناخذ مثال عليها نقول قال تعالى إذا البحار سجرت إذا البحار سجرت شريد أعرب سجرت فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيذ الساكنة وتاء التأنيذ الساكنة لا محل لها من الإعراب زين أكو ملاحظة مهمة على تاء التأنيذ الساكنة خلينا أخذنا هنا ملاحظة مهمة عن تاء التأنيذ الساكنة إذا جدت تاء التأنيذ الساكنة جواها كسرة نحن نعرف تاء التأنيذ الساكنة تاء التأنيذ جدت ضم نقول مبني في محل رفع فاعل وإذا جدت عليها سكون شقول أقول تاء التأنيذ الساكنة زين إذا جدت جواها كسرة شقول يعني تتحرك تاء التأنيذ الساكنة بالكسر إذا تلاها مبدوء يعني اللي وراها بحرف ساكن إذا يعني الفعل الوراها مبدوء بحرف ساكن خلنا أكتب هاي الملاحظة نقول قد تحرك تاء التأنيذ الساكنة بمن؟ بالكسر يعني هذا الكسر إذا تلاها مبدوء يعني شو تلاها هذا الكلمة اللي وراها مبدوء بحرف ساكن رعيني تحرك التأنيذ الساكنة إذا تلاها مبدوء بحرف ساكن يعني إذا تلاها مبدوء بحرف ساكن زين خلينا نأخذ مثال عليها تأثرت تأثرت الحضارات سمع شوفوا هاي بحضارة العراق هذا شنو؟ هذا تاء الكسر منو تلاها؟ الألف الحضارات تلاها هذا الحرب إذا جدتي ألف شنقول هذا تاء الكسر تحرك تاء التأنيذ الساكنة إذا جدتي وراها الألف شوف الفرق بين تأثرت تأثرت هذه حضارة العالم لحضارة العراق شوفوا هاي هاي ماكن ما يجي ألف شقول عليها تاء التأنيذ الساكنة لكن هذي كسرة إذا تلاها الفعل أو إذا تلاها يعني الكلمة اللي وراها بيها ألف ولا خالف يقول شنو الفرق هنا تحرك بسكون إذا تلاها حرف متحرك وهنا يجي الحرف الألف تحرك بالكسر إذا تلاها حرف ساكن هاي ملاحظة على تاء التأنيذ الساكنة لازم كل شي نعرف تاء التأنيذ الساكنة هسا ترى أكو يعني هو بالكتاب أملخصها ف آه أنا رحطيكم أي كل الملاحظات نحن قلنا يبنى على الضم الفعل الماضي على الفتح يبنى سوري يبنى الفعل الماضي على الفتح إذا لم يتصل به شي أخذتها وإذا اتصلت به تأنيذ الساكنة زين الحالة الثالثة يبنى على الفتح الفعل الماضي يبنى على الفتح إذا اتصلت به ألف الأثنين إذا اتصلت به ألف الأثنين تعاني إذا اتصلت به ألف الأثنين مثل إيش كتبا بعض لعبا درسا هذا شقول علي كتب فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بألف الأثنين ولما نريد أعرف ألف الأثنين الضمير ألف الأثنين أقول ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ها عيني ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل زي هس شنو أخذت أخذت الحالة الأولى يبنى على الفعل الماضي على الفتح إذا لم يتصل به شيء وإذا اتصلت به تأثنين الساقنة وإذا اتصلت به ألف الأثنين خلصت من هذه الحالة الثانية يبنى قال ما قلت على الفتح يبنى على السكون ها قلت ليبي يبنى يبنى نقول الحالة الثانية نقول يبنى الفعل الماضي الماضي إذا يبنى عليه من على السكون نقول يبنى على السكون يبنى الفعل الماضي على السكون شنو إذا اتصلت قول إذا اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة اللي هي شنو أولا تاء الفاعل مثلي اشتاء الفاعل مثل درست شوفوا هذي كتب تو يعني شريدة عربة أقول هذا درسه أقول درسه فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل وتاء الفاعل ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل هذا منه هذا تاء الفاعل زيه بعدش ناخذ الحالة الثانية احنا احنا مقلنا تاء الفاعل ناخذ تاء الفاعل اخذ ناخذ ناء المتكلمين ناء المتكلمين يبنى الفعل الماضي على السكون اذا اتصلت به تاء الفاعل واذا اتصلت به ناء المتكلمين مثل ناء المتكلمين مثل درس ناء كتب ناء اقول لدرسه فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء المتكلمين غايم نفس الشيء والضمير انه اقول ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل زين اكو ملاحظات على ناء المتكلمين خليني اعلمكم عليها ملاحظات على ناء المتكلمين عيوني اولا اذا الضمير ناء المتكلمين اتصل به فاعل يبنى على الفتح شوفوا اذا الضمير ناء المتكلمين اتصل به فاعل مبني على الفتح مثل ايش مثل درس ناء كتب ناء يعني احنا مو قلنا قلنا ناء المتكلمين يبنى على السكون اذا اتصل به ناء المتكلمين يبنى الفعل الماضي لكن اكو ملاحظات على ناء المتكلمين اللي هو اقول اقول اذا الضمير ناء المتكلمين هذا الضمير يعني اذا الضمير ناء المتكلمين يعني نقول هذا اذا الضمير ناء المتكلمين هذا يبنى اذا اتصل به فاعل شرحين بنى مع السكون ينبنى على الفتح ينبنى على الفتح زين شريد عرب الضمير هنا شريد عربة أقول ضمير نا شريد عربة أقول ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به ها قليبي ضمير نا أقول له ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به هذه أولا إذا اتصل به فاعل يبنى على الفتح وريد عرب الناء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به ثانيا هاي شنية هاي ملاحظات الناء ملاحظات شنو الناء الملاحظة الثانية هاي عيني الملاحظة الثانية إيش أقول إذا اتصله إذا اتصله ناء المتكلمين بحرف الجر حرف الجر مثلا عدي لنا هذا حرف اللام بعشنو معنا مع حرف جر وعلينا على حرف جر إذا اتصل به ضمير ناء المتكلمين بحرف الجر شين عرب هنا إنه يعرب ضمير متصل مبني في محل بحرف الجر لأنه هو حرف جر اتصل به شين عرب الضمير متصل مبني في محل حرف الجر الحالة الثالثة الحالة الثالثة هاي دا نحتي على ملاحظات الناء المتكلمين إذا اتصله ناء المتكلمين باسم باسم مثليش الاسم مثلا عدي ربنا رب مو اسم رب مو اسم بعد كتاب ناء كتاب مو اسم إذا اتصل به ناء المتكلمين باسم شين عرب النا يعرب ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة هاي حالات شنو حالات الضمير ناء المتكلمين زين بعدش يبنى علي من يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة هاي ثلاث حالات قلتاني يبنى على السكون إذا اتصل به تاء الفاعل وناء المتكلمين أخذنا عليها واخذنا حالاتها ملاحظاتها هس نون النسوة نون النسوة النسوة إيش أقول يبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصل به نون النسوة مثل يش نون النسوة كتب نه باعوا درس نه لعب نه إيش يعني هذا نون النسوة شنعرب أقول لك فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة والضمير النون النسوة نون النسوة أقول له أقول له ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل خلصنا شنو خلصنا بناء الفعل الماضي على السكون وخلصنا بناء الفعل الماضي على الفتح هس ثالث حالة يبنى الفعل الماضي على الضم لاتصاله بواو الجماعة نقول الحالة الثالثة يبنى الفعل الماضي علي من على الضم لاتصاله بواو الجماعة يعني يبنى الفعل الماضي على الضم لاتصاله بواو الجماعة مثل شنو؟ درسوا لعبوا هذا درسوا لمن أريد عربة شاقول أقول فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة زين الواو الجماعة الضمير الواو الجماعة الضمير شنو هذا لمن أريد عربة؟ أقول له الضمير متصل مبني في محل رفع فاعل أريد أعرب درسوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والضمير اللي هو الواو الجماعة هذا واو الجماعة أقول له الضمير متصل مبني في محل رفع فاعل خلصنا بناء الفعل الماضي خلصت إذا لم يتصل به شيء يبنى على الفتح وإذا اتصل به طبعا يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء وإذا اتصلت به تأتنيث الساكنة وإذا اتصلت به ألف الأثنين أما الحالة الثانية يبنى على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل وناء المتكلمين ونون النسوة والحالة الثالثة يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة زين هسه شقول الفعل الماضي شوفوا انتبهوا على الفعل الماضي تدخل عليه تدخل عليه شنو؟ قد تدخل عليه قد شي سميت قد تفيد تفيد الت شنو؟ التحقيق الفعل الماضي تدخل عليه قد تفيد شنو؟ تفيد التحقيق ناخذ مثال عليها قد أفلح قد أفلح المؤمنون هذا الفعل الماضي دخلت عليه قد دخلت عليه قد خافي يقول متى؟ نقول هذا متى تدخل على الفعل الماضي؟ يعني شنوش تدخل عليه؟ أقول له قد هذه أول وحدة قد الثاني وحدة هسه راح ناخذها القد القد تدخل على الفعل الماضي القد تفيد التحقيق تفيد شنو؟ التحقيق زي؟ مثل قد أفلح المؤمنون استخرج أقول لك استخرج الفعل المؤكد من هو استخرج الفعل المؤكد؟ أقول له قد هذا شنو؟ هذا الفعل المؤكد هذا الفعل المؤكد اثنياً اللي أدي الفعل قط 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 شبيه هذا قط هذه القط يؤكد ظرف أقول لظرف أقول لظرف يؤكد نفي الفعل الماضي قط ظرف يؤكد نفي الفعل الماضي زي يعني شنو؟ خلينا ما ناخذ مثال مثل ما عرفه تكون بالكتاب ما عرفه مثل مثل تناسقه قط خافي يقول استخرج الفعل المؤكد قط عرفه شبيه هذا؟ هذا فعل ماضي فعل ماضي شون قط أقول لظرف يؤكد على نفي الفعل الماضي اللي هو الماء النافية هذا الماء النافية فعل ماضي منفي دخلت عليه ماء النافية اللي هو قط دخلت على ماء النافية هسه شنو هذا؟ الفعل الماضي تدخل عليه قد و قط القط تفيد التحقيق قد أفلح المؤمنون خافي يقول استخرج الفعل المؤكد؟ أقول له قد ثاني قط قط ظرف ما يأكد إلا في الفعل الماضي يعني إلا تدخل عليه ماء النافية للفعل الماضي عرفه فعل الماضي دخلت عليه ماء النافية هذا قط هاي عيني الفعل الماضي بالتفصيل الممن وإن شاء الله التوفيق ترجمة نانسي قنقر